السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قبل ما بلش بهذا الفيديو صلوا على الانبي وأذكروا الله بهذا الفيديو المهم أحضرت لكم شرح كامل شلون نحن بنعرف إذا هاتفنا كان مخترق وعم يتم التجسس عليه أم لا نعم بهذه الفترة انتشر كتير موضوع اختراق الهواتف وسحب الصور والمعلومات من الهاتف وحتى صاحب الهاتف ما رح يعرف لابسيني ولابسنتين إلا إذا الشخص يلي اخترق هاتف واتصل فيه وابتزوا بهذه الصور والمعلومات فنحن بهذا الشرح رح نشرح شلون نحن بدون برامج ونعرف إذا هاتفنا شو مكان نوعه اندرويد يعني شو مكان نوعه سامسونج انبينيكس ريدمي تيكنيوبوك وشو مكان نوع الهاتف كيف نحن بنعرف إذا كان هذا الهاتف مخترق أم لا كيف بنحزف الاختراق بنحزفه نهائيا وكيف حتى بنتجنب انه نخترق لاحقا هذا الفيديو مهم لهيك شوفوا معي للنهاية ولكن بعض الفاصل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا فيكم من جديد مثل ما ذكرنا رح نشرح كيف بنعرف إذا هاتفنا كان مخترق أم لا وكيف بنحزف الاختراق من هاتفنا بخطوات بسيطة وكيف بنتجنب انه نرجع نخترق مرة ثانية أبما تابع شرح الفيديو بتمنى دعمكم بقناتي هاي لحتى نوصف فيها إلى 2 مليون مشترك في أقرب وقت ممكن نعم أنا هدفي هلأ هو الوصول بهيق القناة إلى ال 2 مليون مشترك لهيك أخي بتمنى منك انك تكون انت من بين الأشخاص يلي ساعدوني للوصول إلى ال 2 مليون مشترك واتمنى أيضا تفعيل زر الجرس الموجود في أسفل هذا الفيديو طبعا نحن عنا أول خطوة رح نفحص هاتفنا يدويا لنعرف إذا كان مخترق أو لا شلون هذا الشيء نحن رح نتوجه إلى الضبط هاتفنا الضبط أو الاعدادات في هاتفنا طبعا وبعدها رح ننزل إلى البطارية طبعا كل هاتف بتكون موجودة بمكان معين فإذا حبيتوا فيكم تستخدموا البحث في الأعلى طبعا هاي عندي هون البطارية والعناية بالهاتف ففيكم تبحثوا عليها باستخدام البحث طبعا احتمال يكون الشكل عندكم متغير ولكن بحثوا عن عندكم على خيار البطارية مثل ملاحظين فتنا على خيار البطارية طبعا أنا هون رح يعطيني شو البرامج يلي عم تستهلك البطارية هلا نحن بنشرح شو الغاية من هاد الشي طبعا هون رح طبعا نضغط بهذا المكان طبعا على هذا المكان استخدام منذ آخر عملية شحن البطارية طبعا هون رح ننزل للأسفل طبعا مثل ملاحظين رح تبحثوا عن مكان فيه تواريخ حطوا آخر سبع أيام أو آخر 24 ساعة هون هلأ شو صار هلأ هون أعطاني أنا شو الطبيقات اللي عم تستهلك البطارية أنا شو الشي اللي بدي أعمله لازم أبحث بين هاي الطبيقات وشوف هل فيه تطبيقات عم تستخدم بطارية هاتف أنا ما بعرفها مثلا من طب الملاحظين في عندي هون تطبيق ميدياس طراج حتى صورته غريبة وما نوجد ضمن الطبيقات فهذا التطبيق احتمال 80% يكون هو التطبيق اللي عم يخترق هاتفنا طبعا وببحث أنا عن كل هاي البرامج وبسجل اسمها وبحفظ صورتها مثلا عندي تطبيق معين مثل هذا اللي قلنا عنه أنا شو بدي أعمل فيه أنا بدي أرجع خطوتين للخلف وبرجع كمان بروح إلى التطبيقات أو مدير التطبيقات في هاتفي هاي الخطوة بسيطة جدا فتنا على البطارية جبنا التطبيقات الغريبة اللي عم تستخدم البطارية تاني شي رح نروح إلى التطبيقات لازم حط هوني عرض الكل أو حط يعني طبعا حسب كل جهاز ولكن لازم عرض كل تطبيقات أنا شو رح أعمل أنا رح أبحث عن نفس التطبيق في هذا المكان طبعا ما رح يكون ظاهر على الشاشة الرئيسية ورح أدخل مثلا رح نعتبر إنه هذا هو تطبيق ورح نضغط على إلغاء التثبيت نعم رح تطبق هاي طريقة على كل التطبيقات اللي مشبوه فيها هايك نحن حزفنا الاختراق شنون بدنا نتجنب الاختراق مستقبلا اختراق أساسه هو أنا عم بدخل على روابط ومواقع على الفيس والواتس وكتير أمور هي عم تنزل هاي التطبيقات بالشكل مخفي فهاتفنا بدون ما نعرف فنحن أي رابط بيجينا نحن بننسخه بكل بساطة ونتجه إلى هذا الموقع اللي بيعطينا هل هذا الرابط اللي نحن بنضغط عليه مهكر للفيديو في المدونة بتدخلوا إلى هذا الموقع بتحتفظوا في عمدكن طبعا أي رابط موقع أنتو بتنسخوه بتجي بتلسقوه هون يعني مثلا هذا رابط مدونتي بسقطوه في هذا المكان حطيته بحس فرح يبدأ يفحص موقعنا هل هو مخترق أم لا ونستنى شوي نشوف النتيجة طبعا عطاني اوكي باللون يعني متون من لاحظين إنه هيك تمام إذا عطاني خطأ او خطر باللون الأحمر فهذا الموقع مخترق وهيك نحن نتجنب الاختراق مدى الحياة بدون طبيقات تمنى أن يكون أفادكم هذا الفيديو